السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عندي القناة كان شكركم بزا بزا فعلي حسن المتابعة والبنات اللي كتدخلوا معايا في اللايب كان قولكم جزاكم الله وخيرا وشكرا بزا فكان شكركم من كل قلبي ودابا كيف كتشوفو جبتكم واحد طارطة سهلة جدا يعني طارطة بلا طياب والصراحة المدق ديالا رائع رائع مدق لا يقاوم ونتمنى تجربوها ودعجبكم وتشاركوها مع الاهل ديكم والأصدقاء وكيف ما كتشوفو يعني التقطيعة فيها رائعة والمدق كما قلتكم ده هو رائع وده بغادي نخليكم مع المقادير نعم وبسم الله في المقادير عنا 600 ميلي لتر د القشدة الطارية 200 جرام السكر ثلاثة المعالاق السكر غلاس 300 جرام بسكويت اي بسكويت اللي كتفضله 150 جرام عفوان د الزبدة 300 جرام الجبنة الطارية 120 ميلي لتر العصر للتشين 6 أوراق الجيلاتين 1 جيلاتين ده مذاق البرتقال بسم الله نبدو على بركة الله أول حاجة كنقوم بها هو كان ديك البيسكويت كنطحنه الصراحة انا ما مطحنتوش بزاف يعني خليته مهرم شوية كنطحن بسكويت دينا كننعملو ديك السكر غلاس وكندوب الزبدة ونعمله له وكان بقى نجربه واشي يعني يعني منلي كنخو عليه الزبدة كنخلطو وإلا يعني بقى كي كيتمسك في بعطوه هو هذك مكن شي كتزيت شوية الزبدة وصافي من بعد ما خلطو بالزبدة كنعملو في المول دينا المول كما كتشوفو عندي مفروج بورق الزبدة باش كي جيني ساهل نزول طرطم من المول ندوزة يعني للصحن اللي غان قدمه فيه وكاد بقى تضغطو بشي معلاقة ولا بشي كاس انا في المرة هذي استعملت الكاس وكندخل المبرد واحد عشرة تقايق وكندوزنا نحضار الكريمة دينا كنعمل ديك السكر ديك 100 جرام سكر ونزيد عليهم 300 جرام دي جبنة وميا وعشرين ميلي ريدر دي العسر تلتشين طبيعي كنخلطو مزيان وكنخلطو على النار باش كي يدوبنا ديك السكر بسرعة كيف ما كادلاحدو يعني كتدوبوهم ضغي على النار النار يعني منقصة ومن اللي كيتخلطو العناصر مزيان كنكون يعني رطب ديك الاوراق دي الجيلاتين في المبارد وكندضيفهم على الخالد دينا وكنخلط حتى كيدوب ديك الجيلاتين الجيلاتين هذا الوحيد اللي لقيت يعني حلال صراحة يعني ما مكتوبش فيه الحلوف ونموهم كي ما كادلاحدو حتى كيدوبو العناصر مزيان ومن بعد كنزول الكسرونة معلى النار واصلا هي ماشي سخونة غير دافية غير كيف دابت لي الجيلاتين زولتها معلى النار وكنخليها على جانب وكندوزنا نجهز يعني القشدة الطارية وكندوز نخوي ديك العولب دي القشدة الطارية تلاثة دي العولب يعني كل وحدة فيها 200 مليلتر يعني التوطال ديالهم هي 600 مليلتر هالطرطة هدي الحجم دياله كبير يعني ماشي صغير وماشي مواسط هادي مذيك يعني ملمول دي الطرطات العاديين هذا الكبير ديالهم يعني كاين الكبير وكاين مواسط وكاين الصغير هذا الكبير ديك المولس اللي كيجو ثلاثة مع بعضهم هذا هو الكبير ديالهم ودابا كندوز نطربوهم واذا بغيتوا مثلا دعملو الكيكا هذا الطرطة في حجم صغير كاد نقصهم كل حاجة كاد نقصوا مثلا عاد عملو هديك المول الصغير مرة كاد عملو النصد دي العبار هاد عملو في ديك المول مواسط كاد نقص واحدة القجدة الطارية وكاد نقص شوية من الجبن ومهم كاد نقص شوية 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 ويجي لك قد المول ديك ودابا من اللي تخلطتنا كندوز العملية التخليط اول حاجة كنقوم بها كندوز واحد جوجد المعالقة وثلاثة لهاد الخالط هذا بما انه دافي خاصني نكسار ديك ديك الدرجة الحرارة اللي فيه خاصني ضروري يعني نقرطة بهاد الناطا وكان خلطها ايدا بشوية بشوية ومن بعد كان ننخوها على على الخالط الاخر ومن بعد ما كسرت له يعني صخانة دياله وكنزيد النص للول وكنخلط دائما عملية دائرية من الاسفل الى الاعلى وبشوية بشوية انا هنا يمخدم الكاميرا بسرعة يعني ما يبلكم شي باللي كنعدل هات الشي بالزربة لا انا كنعدله بشوية بشوية ومهم وكم قا خلط فيه احتى كنشوف باللي اللون درناطا ديالنا تبدل يعني كل شي مخلط مزيان وكندوز نخوه في المول ديالنا ديالنا تبدل بسكويت اللي دابا يعني مجموع مزيان وكندوز نحرك في المول حتى كيتساوى الخالط مزيان كما كدلاحظو من بعد ما اخويتو كم قنضرب شوية هيدا على اللورنية باش كذا تساوى مزيان وكندخلا للمجميد هاد المرة ندخلت المجميد وبقاتلي تقريبا جوش تسوية ومنلي كو تقريبا خرجا يعني دوز نحضار طبقة الاخيرة اللي هي الجيلاتين ديالتشين يعني ديالبرتوقال الجيلاتين هذا على حسب المصنع ديالت كل ماركة يعني ضروري كل المقادر شحل ديالما يعني الكمية ديالما وكل شي مكتوبة فيها أنا هاد الخنيشة هادي مكتوب فيها خسني نعمله في مياثين ميليلي لتر ديالما وفيها السكر كاين منك تجيب له السكر هادي شريته الصراحة معند واحد المتجار ديالاتراك يعني دو توركوس حلل وموهم فيها حلل والله يعلم وكان خلطا هادي مع الماء وكان دوز نخلطا على النار احتكد دوبنا ديك الجيلاتين مزيان ومن بعد كان خرج الكيكا ديالنا منيبيرا وهذا كطورتا كانعمل هاد سباتولا هادي باش مكتوبة ناشي الطارتا صراحة انا زربت وعملت هاد العملية والجيلاتين باقي سخون من الاحسن دعملوها من اللي يكون بارد شوية يعني نقصة سخونية ديالو وكاد حشوها في الثلاجة لمدة ساعتين او اكتار كاد حشوها في الثلاجة في الفريزر ومن بعد كاد خرجوها وبالصحة والراحة ودابا كان قلكم كانت منى تعجبكم هاد الطارتا وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والأصدقاء ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله